في تحرك جمهوري ديمقراطي مشترك يعتزم الكونغرس الأمريكي الحد من قدرة الرئيس الأمريكي على تولي زمام الأمور فيما يتعلق بقضية العقوبات على قطة نورد ستريم 2 تلك الخطوة الدرامية باتفاق بين السناتر الجمهوري ومرشح رئاسة السابق تيد كروز وزعيم الأقلبية الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر بموجب تلك الخطوة ينهي كروز اعتراضه على أسماء العديد من مرشحين رئيس جو بايدن في مناصب قضائية وديبلوماسية في المقابل يتعاون معه زعيم الأغلبية في الموافقة على تشريع يستهدف الحد من قدرة بايدن على إلغاء العقوبات المفروضة على خط الأنابيب الممتد من روسيا لألمانيا نورد ستريم 2 ستطلب التشريع 60 صوتا لتمريره في مجلس الشيوخ حيث يشغل كل من الديمقراطيين والجمهورين 50 مقعدا يأتي الاتفاق في ظل منعطف حاسم للإدارة الأمريكية حيث تعمل مع ألمانيا وحلفاء آخرين في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا ألمانيا تدعم خط الأنابيب شبه المكتمل بينما تعتبره الولايات المتحدة وسيلة ضغط محتملة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لثانيه عن القيام بعمل عسكري جديد ضد أوكرانيا